بعد خمسة عقود من القتال ستجلس الحكومة الكولومبية مع أكبر جماعة معارضة مسلحة في البلاد المحادثات السرية بين الحكومة وجماعة فارك اليسارية بدأت منذ مايو آيار الماضي في هافانا بوساطة من كوبا وفينيزويلا والنرويج وتبدأ المحادثات الرسمية في أوسلو في أكتوبر تشرين الأول المقبل وباستثناء تعهد الحكومة بعدم ترحيل قادة فارك لمحاكمتهم في بلدان أخرى فإن التفاصيل الكاملة للمفاوضات لم تتضح بعد لكن هدف الجانبين هو عدم ترك طاولة المفاوضات دون التوصل لاتفاق سلام ينهي الصراع المسلح بين الطرفين المراقبون يرون أن فارك التي كانت تسيطر على مناطق عدة لجأت لطاولة المفاوضات بعد سلسلة الهزائم التي منيت بها في السنوات الأربع الماضية فالقوات الحكومية الخاصة المدعومة من الولايات المتحدة تمكنت من توجيه ضربات قاسية أضعفت الحركة التي تضم آلاف المقاتلين الموقف اليوم مختلف فالقوات الحكومية باتت أكثر صلابة والعلاقات الدولية للحكومة أصبحت أفضل من ذي قبل ولسكن فارك تلقى ضربات موجيعة في السنوات الأخيرة لذا فهي أدركت أن زمن الحرب قد ولأ وأن وقت التفكير في السلام قد حان الجماعات المتمردة الأخرى مثل جيش التحرير الوطني أعربت عن رغبتها أيضا في بدء محادثات سلام مع الحكومة وفي حال توصل الحكومة لاتفاق سلام مع متمرد فارك فإن ذلك سيكتب الفصل الأخير لواحد من أقدم النزاعات في أمريكا اللاتينية محمد السيد بي بي سي ترجمة نانسي قنقر